اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبصفتك اصلا كنت احد ابناء هذه القناة وعملت فيها فترة ليست قصيرة كلمنا عن شكل قنات جديد طبعا الواحد سعيد جدا ان بيشوف القناة بتتطور بالشكل الكبير احتفالية كانت ممتعة ورائعة اما انبسطت جدا ان شفت كابتن مصطفى عبدو طبعا يعني منتعة الامانة الواحد سعيد جدا وبعدين بقى يعني اول حلقة ليك اكون معاك ده حاجة كمان تسعدني منتعة الامانة مساعدة اما دخلت المكان وشاف انه خليت نحن كل الناس بتشتغل كل الناس عايزة الصورة تطلع بشكل جيد الاعداد كل المنظومة بتحاول انها تجري لا وحاسس كمان انك وسط اهلك طبعا يعني انا فيه ناس يعني من ساعة اما القناة فتحت هم موجودين وعصر القناة في مراحل كتير طبعا سعيد جدا ان انا موجود معاكم النهاردة وسعيد جدا ان انا نكون في اول حلقة معاك بالشكل الجديد لقناتنا ربنا خليك حبيب كابتن السامة بصفتك احد العاملين بالقناة كلمنا عن اعادة افتتاح القناة بعد تطويرها يعني اعزين نرجع وارا شوية دايما بنقول النادي الاهلي هو رقم واحد في كل شيء اول نادي في سنة 2008 يفكر يعمل قناة في افريقيا وفي الوطن العربي فدايما النادي الاهلي بافكاره دايما سباق من 2008 ل2020 ما شاء الله النادي الاهلي لم يغلق لي برنامج في قناته لم تغلق القناة الحمد لله دايما مبادئ النادي الاهلي هي اللي بتسبق دايما طبعا نهاردة من 2008 ل2020 عن نتكلم على مدار 12 سنة دايما النادي الاهلي وقناته بتحترم المشاهدين بتحترم الجماهير عمرنا ما شفنا صفارة أو تيت في قناة النادي الاهلي صحيح دايما قناة النادي الاهلي في كل البيوت بتفرج عليها دايما كل الأسرة المصرية صحيح سيدات رجال أطفال شيوخ كل اللي على مستوى الفئات وده اللي احنا تعلمنا في النادي الاهلي وده اللي تربينا عليه جوة النادي الاهلي صحيح تطوير زي ما مجلس ادارة النادي الاهلي براسة كابتر محمود الخطيب وعد النهاردة بيوفي بالوعد قناة تاليق بكل جمهور النادي الاهلي برضو لازم نشكر المجهود الكبير لشركة لايف على المجهود الكبير خالفترة لفاتت برضو بنوجه الشكر يعني علشان الناس تشوف الستوديو وتشوف المكانة دي أكيد فيه عاملين كتير ناس اشتغلت في المحطة هنا برضو كل القائمين مجهود كان على مدار 24 ساعة عشان تظهر بالشكل اللي عليك بجمهور النادي الاهلي صحيح فمن هنا بنقول يعني في بداية الانطلاقات الجديدة بالتطور الجديد في كناة النادي الاهلي الف مبروك لكل الجماهير الف مبروك لنا كلنا طبعا كابتن خالد بيبو ازاي شايف عودة الدوري العام بعد غياب خمس سور تقريبا ياه سؤال كفير جدا خليني بس اكمل وراء سامل اللي نسمى يعني دخل في الموضوع على طول ودخل في حاجة مهمة جدا وهو التطوير التطوير يمكن انا بقالي فترة جوه النادي يعني فيه تطوير هنا في القناة انما فيه تطوير جوه النادي النادي بشتغل بشكل قوي جدا انا شخصيا وانا موجود جوه النادي بشوف الامور بقول ليمكن الوقت ده يخلص فيه كمية التطوير دي انت بتتكلم على يعني حاجة خط مش عايزين ننسى كمان تطوير قطاع النشيين لا يعني ده جزء انا بنتكلم فيه انما ده انا بتتكلم على تطوير بشكل عام لا يعني بصراحة مجلس الادارة كله بيفكر في حاجة واحدة ازاي الامور تبقى بتجري بسرعة جدا وازاي ان انا اخد احسن حاجة احسن شغل في قليل وقت وده شيء صعب جدا مزبوك وانتال انا انا بقول لك انا جوه المكان بشوف كل يوم الناس كلها شغالة عشان الامور تبقى احسن حاجة طبعا عودة دوري بص الرياضة حشي مهم جدا بان فترة طويلة جدا انا بتغير ان كل الناس سعيدة ومبسوطة ان انا بشوف المباراة الودية في التليزيون وكل الناس ابتدت ترجع تاني تتفرج وتتابع عودة دوري هو حياة المواطنين في مصر الكورة والرياضة شيء مهم جدا واحنا تعودنا وتربينا ان انت ازاي تتفرج على الكورة وازاي ان انت تستمتع بكورة القادة واستاذ تستمتع بالروح الجميع وهي ما بايتش كورة بس دي صناعة واقتصاد ويعني حاجات كتير قوي بص احنا تعودنا طول عمرنا الرياضة بتتجمع وان بتتفرج صحيح صحيح كابتن اسامة شايف بعد عودة الدوري من شاء الله ازاي شايف المنافسة بين النادي الاهلي وبايت الاندية يعني هاك لسه اول يوم مزيع نهاردة كابتن متسأل عن الدوري شكل الدوري بالنسبة لنادي الاهلي منات ماسل اسبوع احنا ما شاء الله لما بنتكلم عن الدوري بالنسبة لنادي الاهلي بنقول مركز مسجلة صحيح كلم النهاردة 41 دوري يعني فارق كبير بين كل الاندية المنافسة في الدوري صحيح فالنادي الأهلي بالنسبة للدوري دي في مكانة تانية مزبوط إن شاء الله يعني حتى وإحنا براحة شواء سام براحة يمكن بيفكرني شوية زي عودة الدوري الإنجليزي كان الفرق بين ليفر بول وبيت الفرق آه طبعا يعني إحنا فرق بيننا وبنقرب واحد لنا في 16 نقطة آه وهما كمان اللي قابلنا اللاعب أكتر من لنا مباراة زيادة كمان السنادي الدوري يعني حلوة الدوري قبل ما يتوقف نادي الأهلي ما شاء الله عامل أرقام قياسية مستوى التهديف كمان الجمل والطريقة اللعب والأسلوب كمان اللي بلعب بريني فيلر فده اللي عاجب الارقام القياسية كمان في مستوى الدوري فده حلوة الدوري السنة دي بالنسبة للنادي الأهلي يعني مع عودة النشاط مرة أخرى نرجع نستمتع تاني بالنادي الأهلي كما عودنا قبل توقف الدور ننتقل بعد الوقت الملف الأفريقي مع كابتن خالد بيف عودة نظام بطول الدوري أبطال أفريقيا لشكلها القديم وخوض الأهلي موجهة الوداد بنظام الزهاب والقياف حيكون في صالح النادي الأهلي من وجهة نظرك شايفها إزاي بلا شك طبعا أن النادي الأهلي بقاله فترة طويلة أو ما بلعبشوا مبارد وإنت لما بتبقى داخل على مبارات الحسم زي كده مباراتين أحسن من مباراة بكل الأشكال أنت مش جاهز بقالك فترة متعبشوا مباريات بقالك فترة اللعيبة مش متجمعين أصلا ممكن يكون لأي شكل مشكال يبتدوا ينسوا حتى طريقة بعض محتاجين أنهم يشتغلوا مع بعض كتير فأقولك أن أنت تيجي بعد فترة طويلة دي تعمل مبارات دي وتيجي تلعب مباراة في بطولة كبيرة أنت بتدور عليها بقالك فترة وكل التجهيزات جوالنادي أننا إن شاء الله نأخذ البطولة دي فأنا شايف أن الفرصتين أحصل من فرصة في المبارات الحسمة زي كده التجهيز هيبقى بالنسبة لها مختلف ومبارات العودة هتكون عندنا إن شاء الله فطبعا فأنت الفرص بالنسبة لك هتوبقى أحسن تقدر أن أنت تروح تحقق نتيجة إجابية في الأول على ما تشتغل في مبارات كون أنت دخلت تاني لفورمو بتاعتك بشكل جيد تقدر أن أنت تحسم هنا في المبارات فبلا شك المباراتين أحصل المبارات شايف مبارات الوداد المغربي من نحية الفنية زي كابتن أسان يعني قبل المبارات الحصوص متساوية هنقول خمسين خمسين الوداد المغربي برضو عنده نفس الدوفة بتاعة الناد الأهلي السنة اللي فاتت وصل الفاينال اتظلم برضو أمام الترجل التونسي على المستوى للسنين السابقة بيوصل برضو بيعرف يوصل دور قبل النهاية بيوصل نهاية فعنده فريق جاي الناد الأهلي برضو نفس الكلام يعني من 2013 ما حقق نشر بطولة فده حل بالنسبة لعيبة الناد الأهلي وجمهور الناد الأهلي وصلنا مرتين ممكن كان فيهم عدم توفيق وفيهم ظروف أيضا خارجية لكن السنة دي الشكل مختلف يعني قدنا مباريات كبيرة مباراة الهال السوداني كانت في السودان كانت مباراة كبيرة واللعيبة قدوها بشكل رائع وفايلر أدارها بشكل جيد ماتشين سانداونز أداروهم برضو بشكل جيد فده وفع الناد الأهلي برضو كبيرة السنة دي زي ما كابتن خالد قال يعني حظوظ الماتشين إن شاء الله تكون مع الناد الأهلي خاصة إن المباراة التانية تكون على في ملعبنا في السادة القاهرة فإن شاء الله تكون حظوظ أكبر بالنسبة لها إن شاء الله إذن الله كابتن خالد بيبو إيه رأيك في مستوى فريق الوداد المغربي من ناحة الفنية فريق جيد بعد ما بيوصل للمستوى المتقادل ده ويوصل لنهايات البطولة أكيد فرقة منظمة بشكل جيد جدا بس أنا رأيي دايما إن الفترة التوقف الكبيرة دي هي إزاي أنت تقدر تتمي نفسك إزاي تقدر أن أنت تجاهز نفسك أن أنت تخشي بمورا تدور على نقاط قوتك ما تدورش أن أنت الفرقة اللي هتلعبها هي هي الأقوى والأحسن هي الأكتر التنظيم لا فرقة كويسة فرقة بترعب كرة جيدة جدا فرقة قدرت أنها توصل لمكان محترم في البطولة فتنظيميا هي جيدة إنما أنت عندك نقاط قوة كتير جدا لازم تشغل عليها بشكل كويس جدا هنا تقدر تخليك أن أنت توصل للمباراة التانية في مصر بشكل أحسن طيب كابتن أسامة حسني أنت قلت كلمة أن فرقة الوداد اتظلمت السنة اللي فاتت هل ده ممكن يقلنا شوية من ناحية التحكمية؟ يعني ممكن كل شيء وارد في كرة القدم لكن دايماً إحنا متعودين وإحنا كلعيبة دايماً يعني فيه جزء كبير علينا أن إحنا نقدر نحسم المباراة داخل الملعب يعني إحنا كنا في مباراة سانداونز كنا متخوفين شوية من بكاري جسامة أيوه نادي الأهلي أدى مباراة رائعة أنا معتقد وقتها علي معلول الهدف الأول لخلص المباراة فأنت كلاعب يعني مش عايز ألقي اللوم على الحكم أو كده لا دايماً أنت بتحسب الأمور بإيدك أنت أو يعني دايماً الأمور متاحة في إيدك أنت كلاعب أنك تقدر يعني لو فيه حكم ولفيه حاجة تقدر تخلص أنت بدري بدي طب هلو وجود مستر جاريدو مدير فني الوداد يصعب المهمة على النادي الأهلي؟ جاريدو طبعاً مدرب اشتغل في النادي الأهلي مدرب تمرس داخل أفريقيا ليه خبرات أكيد يعني عارف برضو لعيبة النادي الأهلي وخاصة كمان الماتشين اللي الأهلي لعب أمام النجم الساحلي فيهم يعني لما كان متولي قيادة النجم الساحلي كان جاريدو كان في المباراة اللي كانت فيه أستاذ السلام فهو عارف لعيبة النادي الأهلي وعارف طموح لعيبة النادي الأهلي فأكيد هيعمل حساب لجمهور النادي الأهلي ودايماً يعني طرق جاريدو أمام النادي الأهلي بيقفل بيعمل خطوط متقاربة دفعات ودائماً بيلعب على المرتدة على المساحات الموجودة في ظهر المدفعين ده خارج أرضه طبعاً خارج أرضه وساعات بيعملها في ملعبه برضو هو عارف خطورة نادي الأهلي أنه عنده من اللعبة من المقاومات ممكن تقدر تخلص في أي وقت فهو دائماً بيعتمد في أسلوب لعبه على النقطة دي عندنا برضو فيرار بيقدر يعني يجيد في حتة التحافظات الدفاعية دي بيقدر يشتغل بشكل كويس كابتن خالد بيبو لو بإيدك تختار فريق من الفرقتين كنت اختارت الوداد ولا الرجاء أنا وأخوة من ناحية الفنين لا بص أسامة كان بيتكلم على نقطة مهم جداً الفرق اللي بتقدر تشتغل قدام النادي الأهلي خطوط متقربة بتعمل صعوبات للنادي الأهلي خلينا بواضحين للنادي الأهلي بيحب يشتغل على مساحات واسعة بيحب يشتغل أنه هو إزاي يفرغ المساحات لخطوطه النادي الأهلي بقاله فترة طولة أول ما بيرعفش يلعب على هجم المرتد بعيد جداً على هجم المرتد بيشتغل على تنظيم الهجوم والجابهات الجابهة الشمال علي معلول الجابهة اليمين أحمد فتحي أو محمد هاني والاختراك من العمق عن طريق المهاجمين أنت زاك أنت تحط كمان وليس سليمان تحتهم تحط رمضان ناحية الشمال تحط القهراء فالنادي الأهلي ليه طريقة لعب واضحة إزاي أن أنا بقدر أوسع مساحة عشان أطلع علي معلول على الطرف عشان أدر أعمل الأوفر وعلي معلول كمان بيطلع على الطرف بيعمل أوفر عالي لا بيعمل أوفر يعني كبتلع يمشى ومش موجود في الملع فبيشتغل على الناس اللي موجودين أنت بقالك فترة أنت بتشغل على الناس خلف المهاجم أكتر من المهاجم الصريح حتى المهاجم الصريح اللي بيلعب أجاييه كمان هو بيشتغل كمان من تحت رأس الحرب فكل لعبة النادي الأهلي مفيش تمركز في الراس الحرب فالمساحة دي بتبقى فاضية بتتفضى للارب عليك ده كلام كان مهم جدا أننا نقوله أن فكرة أننا ما عنديش راس حربة صريح بقى بقى عندي أربعة راس حربة بيقدروا يشتغلوا في نفس المكان اللي بيتفضى عن طريق الراس الحربة لأننا ما لعبش راس حربة صريح فالمكان فاضي اشتغل عليه بشكل كويس جدا فمعنى أننا أشتغل على فرق منظم زي ما كان بيكلم أسام على الهجمة المرتدة النادي الأهلي عنده طرفين بيطيروا طول الوقت علي معلول بيطير إذا كان محمد هاني أو أحمد فتحي اللي اتنين بيطيروا عشان قدروا الشغل على الهجمة من وراء المدافعين طيب إحنا عارفين أن دي التجربة الأفريقية الأولى لمستر فيلر تمام شايفينها إزاي؟ لا أنا شايف الغد الوقت هو محق فيها نجاح بشكل كويس جدا أنت السنة اللي فاتت الأمور اللي كانت صعبة جدا مع سنة هونز هو قدر يحل المشاكل اللي حصلت في المباراة هناك وقدر أنه يخرج بالنتيجة جيدة جدا خلتك قدرت تشتغل هنا وانت مرتاح ومعندكش أي مشاكل في المباراة فده زكاء منه أول حاجة هو مسك مفاتيح اللعبة مفاتيح اللعبة جوة النادي وابتدى يحفظ اللعبة النادي وابتدى يطوحهم يطوع اللعبة لطريقة لعبه واللعبة ابتدت تنفس طريقة لعبة تدوير الكرة هو ميزة لعبة النادي الأهلي في الفترة الأخيرة وابتدى احنا شفنا النادي الأهلي في فترة كان بيعتمد بشكل كبير جدا على كرة طويلة الكرة طويلة هذه خسرت النادي الأهلي كثيرا خسرتة هوية النادي الأهلي لما رجع النادي الأهلي يلعب على مساحات الصغيرة يلعب على المثلسات والمربعات واثنين على الجبهات و »,آة في الملعب ويتحول كمان معه من رصالحة الحربة بيبقى فيه أربعة من الجبهة وتلاقي الناحة التانية الراجل يشتغل الناحة التار في الناحة التانية بيلعب رأس حربة تانية الكلام بكله إيدي يرجع تاني النادي الأهل يلعب في مساحات صغيرة جوه النادي جوه الملعب وده اللي خلى النادي الأهل يرجع يتفوق تاني ونسي الكرة الطويرة اللي كانت بعدها حاجة تانية كابتن أفادة كابتن آيمن أهم ما يميز فيلر أستاذنكم بعد إذنكم معانا مكالمة من البرتغال برتغال يبقى مستر مانو الجزيح عبر التليفون عاشي الأهلي ومعشوق جماهير الأهلي المدرب الأسطوري وصاحب الأرقام القياسية مع النادي الأهلي الساحر مستر مانو الجزيح أهلا بك على قناتنا ديك النادي الأهلي مستر مانويل مستر مانويل مستر مانويل معايا في الاستوديو مستر مانويل اتنين من نجوم النادي الأهلي اللي اتدربوا معاك معايا كابتن أسامة حسني وكابتن خالد بيبو ايه ذكرياتك معاهم؟ مش سامعة تصبح بعيد شوية مستر منوي الجوزياء معايا النهاردة كابتن خالد بيبو وكابتن أسامة حسني والاثنين لعبوا معاك ايه أحلى الذكريات اللي تفتكرها معاهم؟ طيب ماشي لحد ما يرجع التلفون كنا عايزين نسأل الكابتن أسامة حسني أنا فيه نقطة بس يعني كنت تكملة الكلام كابتن خالد بيبو أهم ما يميز ريني فيلا دايما المدرب الشاطر اللي بيعمل جو تنافس جوه الفرقة مفيش حد من اللعيبة بيحجز مكانه يعني دايما كل واحد حتى لو وصلت نجوميتك أو أنك مؤثر داخل الفريق أو أنك أساسي أو بتكسب الفريق لكن دايما بتشتغل على مفهوم عايز حافظه على المكان بتاعي فده أهم حاجة بتميز ريني فيلا إن هو شاطر في النقطة دي دايما بيجمع اللعيبة لعيبة بتحبه دايما بيخلي اللعيبة كل واحد خاف على مكانه وخلي بقى دي نقطة من النقطة اللي كان دايما ميستر مانو اللي بيعملها وسط اللعيبة عندنا دايما بيدي حوافز لكل اللعيبة علشان دايما تحافظه على مكانك عشان تحجز مكان دايما تكون موجود في المباراة المهمة فده أهم ما يميز ريني فيلا بس قدر في فترة بسيطة جدا يتعامل مع اللعيب المصري ويعرف نوعية اللعيب المصري خلي بالك هو غير كشغل فني ومدير فني هو دارس علم نفس وده مهم جدا في علم كرة القدم إنك تقدر إزاي تعامل اللعيبة نفسيا إزاي الكلمات المؤسرة توصلها للعيبة يعني النهار ده مباراة زي ساندونز هناك أنت خسران خمسة السنة اللي قابليها رايح هناك بمعنويات الآن إزاي يتعامل مع اللعيبة إزاي يوصل لهم الرسالة إزاي تحرروا من الضغوط اللي كانت عليهم شوفنا النادي الأهلي نزل قد مباراة رائعة يعني ممكن نكسب فيها كمان بنتيجة كبيرة واللعيبة كلها النتيجة والأداء اللي جات في المباراة نتيجة مدرب غير الفنيات الضغوط نفسها قدر يحررهم منها علشان كده شوفنا للشكل وإحنا برضو مش عايزين ننسى دور اللعيبة لأن النادي الأهلي عنده لعيبة كبيرة دايما طبعا عنده لعيبة كبيرة ولعيبة خبرات في المواقف الصعبة بيظهر معدنها كمان كابتن خالد بيبو أنت صعبتنا الأمر بالنسبة لماتش الوداد المغربي هل عودة الدوري المغربي قبل الدوري المصري تدي أفضلية لعندية المغرب علينا؟ بس مش كتير يعني أنت هتلحق هتلحق تخش المباريات طب بص أنت الفترة كانت طويلة والفترة كانت بعيدة جدا في ناس كتير قوي يعني قدرت أنها أنا أنا عارف لعيبة النادي الأهلي استثمروا الفترة اشتغلوا على نفسهم ما كانوش بعيد عشان كده لما بدأنا في فترة الأداد وبدأنا التجمع عندما لعبت النادي الأهلي تاني دخلوا بسرعة في الجيم لأنهم كانوا أقضيين شغل كانوا بيعملون ما كانش ما فيش لعبة بقى اللعبة مرجعش نرجع تاني نتكلم على الوزن ونرجع نالي نتكلم لا لعبة مكانش بعيد اللعبة كانت كان أقضيين برنامج بينافزوه في البيت وكان فيه متابعة على البرنامج ده فالكلام ده كله ساعدك أن انت لما رجعت دخلت بسرعة قدرت تعمل مباراة ودية على طول قدرت أن انت تشتغل بالفكرة اللي انت تشتغل بها شفنا أول مباراة للنادي الأهلي طبعا أكيد هتاخد فترة بس الفترة مش زي ما انت كنت لو انت سايب خالص صحيح لا فعشان كده أنا بقولك طبعا المباراة مسهلة عشان بس انهم عارفين ومش عايزين نسهل السهلهم لا المباراة صعبة جدا ميزة النادي الأهلي أنه يعرف يتعامل مع كل خصم على قد حجم وبيقدر أنه يشتغل مع كل فريق بالطريقة اللي هو شايفها مناسبة للمباراة النادي الأهلي بيقدر يحط سيطرته على المباراة زي ما هو عايز بس طالما وصلت للدور النص النهائي لأربع فرق أعتقد أنه عندهم تساوي في الفرصة دي أكيد بلا شك أنا ما أقدرش أنكر أي حد من الفرق الثانيين أنه عنده طموحه في البطول وهيموت نفسه أنه هياخد البطول خصوصا البطولة السنة دي هي بطولة صعبة مش بطولة سهلة بعد أنت أعدت موسم طويل وموسم طال عليك تنهي ببطولة قرية ده حاجة مش سهلة حاجة مهمة جدا وبطولة دولة أبطال مش يعني فبطولة بطولة كبيرة كمان فالأمور طبعا صعبة جدا 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 إنما إنما أنت عندك لعيبة في النادر الأهلي عندهم الطابعة ده الطابعة ده أسما كان بيتكلم في النقطة مهمة جدا قالك إزاي لعيبة بتخاف على مكانها لا في دلوقتي لعيبة جوة النادر بتحب المكانها ده المهم إنه وصل إنه بقى بيحب المكان مش بيلعف في المكان ده عشان المدرب قال لا وصل إن أنا إزاي بحب المكان ده فبقدي أحسن حاجة فيه عشان ما تسيبهوش سمعنا يا كابتن أسما إن احتمال كبير المباراة الزهاب إن شاء الله قد تقام بدون جمهور اللي هي المباراة الأولى ده في المغرب هل ده يدي أفضلية لنادي الأهلي أو لصالح النادي الأهلي أكيد طبعا يعني النهار ده لو جماهير الويدات برضو جماهير كبيرة نادي عنده شعبية كبيرة في المغرب لو بتلعب هناك المباراة الأولى وبدون الجمهور أكيد برضو يعني ده هيكون أفضل للنادي الأهلي وأحسن للنادي الأهلي لكن في الآخر برضو لعبتي نادي الأهلي تعودت لعبة قدام جماهير كتير يعني شوفنا مباراة الهلال السوداني دائماً بدرب بها المثال كان مباراة فيها ضغطات كبيرة جداً نادي الأهلي قدام مباراة رئيعة وقدر يلعب وسط الأجواء المشحونة دي من الجماهير فالنهاردة حتة الجمهور أو عدم موجود الجمهور بالعكس اللعبة النهاردة عندنا لعبة كبيرة ما شاء الله في المنتخبات لعب وسنوات كبيرة مباراة كبيرة فوقت الضغط بقدر يظهر معدنهم الأهم بقى من كده إن شاء الله مباراة العودة بتاعتنا في مصر ده اللي تمنى يبقى فيه جمهور نادي الأهلي موجود يعني يكون ربنا إن شاء الله يعني جاعة كورونا دي يعني عدت على خير إن شاء الله وحتى لو عدد يعني من جمهور نادي الأهلي يكون موجود دي بقى إن شاء الله النقطة اللي تكون إيجابية في صالحنا إن شاء الله هو أنت قلقتني شوية من حطة الظلم اللي تعرض لي الوداد السنة اللي فاتت كابتن خالد بيبو إيه رأيك بمستوى التحكيم الأفريق الفترة الأخيرة مش هستتكلم عن التحكيم الأفريق لا بص في كل منظومة في الدنيا فيه الجيد وفيه اللي بيحاول يبقى جيد وفيه اللي هو مستوى ضعيف ممكن في وقت من الأوقات إن أنت حكم يجي لك حكم مستوى ضعيف يبوز لك مبارا وممكن يجي لك حكم مستوى جيد يقدر إن هو يعني إحنا كنا ألانين من حكم في برسل دون صح؟ وكنا خايفين جدا بس الحكم كان أحسن ما يكون إحنا يعني برضو بقينا في مشكلة إن إحنا دلوقتي بقينا راحين للسكة دي قوي يعني بقينا مركزين فيها زيادة على زيادة وده مش صح إحنا مش عايزين نحط لعبتنا وأجهزتنا عشان معها يقدروا إن هم يتكلموا عليها كل شوية أنا شاف إن إحنا نجب نخرج من القصة دي قوي أستأذنكم بعد إذنكم معنا من البرتغال الساحل البرتغالي مستر مانويل جوزين مستر مانويل أهلا بيك على قناتنا ديك النادي الأهلي في انطلاقك الجديدة مستر مانويل معايا في الستوديو أتنين من النجوم الأهلي اللي تدربوا معاك معايا كابتن أسامة حسني معايا كابتن خالد بيبو ايه أجمل الزكريات اللي تفتكرها معاهم كانوا ممتازين زي يوم زي الجيل كله اللي كان معايا كامو خالد بيبو إداموز دوين زوجوز كريالزمانة أموز كونتر الزماليك كان فيه ماتشين مع خالد بيبو داد زماليك بيبو قصد داد زماليك جاب ثلاث أهداف وكمان ماتشتاني كسيدنا أربعة ثلاثة أسامة حسني دخل في آخر رمع ساعة أحرز هدفين وقدرنا نفوز بالمباراة فكانوا مبارايتين فعلا كأحبا السرين بالنسبة لعلاقاتهم معي وعلاقاتهم مع الفريق كانوا مبارايتين دخلوا التاريخ لأن يجيب هدفين أو ثلاث هداف مباراة ديربي بتدخل تاريخ ورط القدم بالمصرية أكيد قناة النادي الأهلي تعتبر أول قناة نادي في الشرق الأوسط شايف قناة النادي الأهلي بعد التطوير تواجي لها كلمة تهنية وتقول جمهور النادي الأهلي وبنازل تفتاح إيه أكيد بعد تجديد القناة هتمنى أن يكون التجديد دوت يساعد القناة دنا في النجاح أكتر فشايف إن عادة التأهيئة للقناة بتساعد النادي والقناة هتكمل النجاح وتزود النجاح اللي كانت موجودة في القناة من الأول وأكيد هترفع اسم النادي الأهلي وتوصله جميع الحق العالم وخصوصا العالم العربي قناة الأهلي كانت وراء الفريق في بطولاته وانتصاراته داخل وخارج القارة كيف كان التعامل معها وأبرز موقفك مع قناة الأهلي؟ أنا دايما كانت علاقتي كويسة مع قناة النادي الأهلي أنا دايما كانت بتتابع فوزنا وانتصاراتنا وفي خلال 8 سنين لمرة دامرتنا في نادي الأهلي كان في نجاحات كبيرة فأكيد كان فيه دافع للقناة أن هيتغطي انتصاراتنا وفوز النادي الكبير النجمين اللي موجودين معايا النهاردة في الاستوديو كل واحد فيهم ليه ذكرة وميزة معاك؟ تحب تقول لهم إيه؟ أطلب منهم هم الأول يقولوا إيه ذكرياتهم معايا إيه ذكرياتكم عامل سرمانويل؟ قولة سامة كابتن خالد بيبو أجمل الزكريات مع سرمانويل بص أنا بعتز جداً بصداقته وبتكلم معاك تي يير وبحس أن وأنا بتكلم معاه أنه هو يعني شخصية قدر إزاي أنه هو يخلينا كلنا كلنا يعني قداب ببقى صعب فكرة القادر أن كل اللي موجودين في الفرق يحبوه ويخافوا منه ويحترموه وينافزوا كلامه هل أنت على اتصل بي لحد دلوقتي؟ طبعاً 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 هو علمنا حاجة مهمة جداً علمنا حاجة مهمة جداً إزاي اللعيب يحب المكان ويخاف عليه ودي أهم حاجة أنا شايفها في أي مدرب في العالم أنه هو أن يوصلك أن أنت بتحب المكان التلعب فيه صحيح ودي سماة من سماة لعيبة الناد الأهلي على فكرة صح كابتن وثامة حوثني يعني مع مستر مانويل اتعلمنا دايماً في الناد الأهلي فيه شيء واحد هو دايماً الفوز عمرنا موصينا على الخسارة التعادل دايماً هدفنا الفوز إدنا برضو ثقافة تانية لما كنا بنطلع بره في تونس والمغرب والجزائر وكانت الأمور صعبة دايماً عندنا مشكلة لما كنا بنطلع بره إدنا ثقافة الفوز لما بنطلع لنا عبره دايماً بدينا ثقافة الفوز جوه ملعبك وبره ملعبك فدي كان أهم الموازات دايماً اللي بيشتغل عليها معنا حاجة تانية حاجة تانية طبعاً أعلمنا إزاي الفريق هو هو النجم مش النجم هو الفريق مش النجم هو الفريق ما كانش فيه حتة النجم الأوحد لا لا كان الفريق هو النجم صحيح من المداربين اللي إزاي يعرفنا يعني إيه إزاي الفريق هو النجم وكان شخصته قوية جداً طبعاً من ناحية الفنية في مبارات الأهل والوداد القادمة إن شاء الله المباريات عامة اللي بتبقى فرق الدول زي تونس والمغرب والجزائر دايماً بتكون مباريات صعبة جداً ما يكونش مبارات سهلة بالنسبة لي أصعب أن أحلل بالضبط الموضوع لأن أكيد وضع الفريق الوداد لكن بما أنهم فازوا بالدوري فأكيد فرقة كويسة الأهلي كمان مع المدارب الجديد مش عارف أداءهم بالضبط الزي فما أقدرش أقول المباراة التيم إزاي إنما الأهلي هو أكبر نادي في أفريقيا فعلشان كذا النادي الأهلي فاز برقم كبير من البطرات الأفريقية ما فيش ولا فرق يدري التحصده النادي الأهلي هو النادي الأكثر تتويجاً فنادي الأهلي لي السكة التاريخي يساعدوا لأنه أحسن في أفريقيا فده يديروا الميزة في المباراة بس دايماً بتكون مباريات صعبة مستر مانويل أخيراً بشكرك وسعيد وجودك معنا في أول أيام القناة بعد انطلاقتها الجديدة وبإذن الله في انتظارك للستوديو التحليلي لتحليل المباراة الأهلي القادمة إن شاء الله بالنفس الوقت نشكر كابتن أسامة حسني ألف شكراً كابتن أسامة ألف شكراً كابتن أيمن و potifeeַ دايمكن إن شاء الله وبنبارك لجمهور النادي الأهلي على امطلقت النادي الأهلي بالشكل الجديد نشكر مجلس دارتي النادي الأهلي برقياسة كابتن محمود الخطيب أيضاً بنشكر آآ شركة وكل العمين فيها برقياسة لأ سود محمد كامل على المجهود الكبير بالنقول لجمهور النادي الأهلي ألف مبروك كابتن خالد بيبو ألف شكر خلاص خلاص أراوح مبروغ كابتن ومنور بيتك وأنا أشخاص سعيد جدا أن كنت موجود معك النهاردة انطلاقة بشكل مختلف وأتمنى لك التوفيق وسعيد أن أول مرة أخرى 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 أول مرة شكرا كابتن أشكركم جدا على وجودكم معي النهاردة في الاحتفالية المميزة لانطلاقة قناة النادي وبعد تطويرها وخلونا نتابع بعد الفاصل إن شاء الله سنستقبل أربعة من النجوم للستوديو التحليلي الكبار كابتن مصر كابتن علاء ميهوب كابتن محمد يوسف كابتن عادل مصطفى والناشئ المعجزة كابتن هاني العجيزي وأنت عادة كابتن مشوش نهارة؟ أنا عادة أنا نايم النهاردة إذا لم أصدقتك هنا قلنا كابتن ميهوب بس مشوارة في الطيارة بس الإنترو اللي انت عملته ده كابتن حبسته في كم ساعة اشترفتونا شكرا 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 شكرا